قدم نصيحة من قلبه فوصلت إلى الملايين شاب أثر في المجتمع السعودي إثر إصابته بمرض السرطان بسبب التدخين هي نصيحة لكل مدخن ما يزال في بر الأمان فشاهدوا مجرد محاولة تقليد مطالع الكبير الشخص الأكبر مننا مطالع مثلا جارنا تشوف فيلم تشوف عم خال أحد من أقارب الكبير يدخن يتخير لك أنه فيه شعور فأنت تحاول تجرب هذا الشعور فكلمة لكل مدخني انتبه وصدقني وتأكد أنه لما تطيح ما راح أنت تتألم فقط فيه ناس كثير راح تتألم حوليك ولا تعتقد أنه إذا أنت دخنت أنك أنت راح تأذي نفسك فقط أنت راح تأذي نفسك راح تأذي اللي حوليك وبشكل أنت ما تتصبره نومك يختلف مزاجك يختلف جلستك مع الناس وأخذك وكلامك وأسلوبك وتعاملك مع العالم كلها تختلف كلها بسبب التدخين وفي الأخير أهذاني أنا شباب وكنت أكل بصل وثوم وقدر جير وأحاول أني أكون رياضي قد ما أقدر وأمشي وأتحرك وفي الآخر وقعت فلا تعتقد أبدا أنه أنت لما تدخن بتقدر تفك نفسك من الآثار الجانبية حق الدخان إلا بطريقة واحدة أنك تترك الدخان طبعاً إذا بدأت على الفلسل الكيماوي العلاج الكيماوي هي عبارة عن مجموعة مغذيات تعتقد أنها بسيطة لكن مع الوقت بعد كذا يوم تبدأ تحس بتغيرات داخل جسمك عسر في الهضم أحياناً سرعة في ضربات القلب يعني لو مثلاً تمشي مسافة عشر خطوات وترجع تحس كأنك رح سجاري عشر كيلو ورجعت التنفس عندك يتغير صداع ألم في الأسنان ألم في العظام ألم في المفاصل ألم في العضلات تصير أحياناً يعني أي تضغطة على جسمك تأثر عليك بشكل مطبيعي ألم في الظهر النوم يختلف عندك ويصير كثير نفسياً من جوة أنت منت بمرتاح يعني تحس بتقلبات ما تدري وش اللي فيك من أثار برضو الكيماوي تساقط الشعار وتغير شكلك يعني أنا بنتي بتطالع فيني أو أذكر قبل أشهر بسيطة كانت بنتي تطالع فيني تقول أبوي أنا أبوها زيك دقن فكنت أقول لها إن شاء الله يطلع لك دقن الحين تسألني تقول بابا وين دقنك إذا كانت الزجارة هذه فيها من الأسفلت فيها مادة التار وادخنها أنت أنت أكثر صلابة من الأسفلت ما تتوقفع في يوم اللي يام أبداً عنه بضرك أنا أتحدى لما يكون الأسفلت ترطب بلسة جديد أتحدى أحد يجي يشم البخار اللي طالع من الأسفلت ما تقدر تشمه لا من حرارة ولا من الأدية اللي راح تلاقيها في الرئة بسبب الدخان هذا اللي طالع فكيف أنت تروح الدخن وبكل أمانة لما جاني الخبر أكثر ما فكرت فيه عيالي أكثر من فكرت فيه أكثر من شلتهم والله العظيم ما نزلت دمعتي إلا أن فكرت في عيالي إذا شفت مدخن أتحسر عليه لأنه قاعد يستمتع وفي نفس الوقت في شيء مخبّى له ما يدري بشوه الشيء المخبّى هذا أنا شفته الآن أكذب عليك إذا كنت أقول لك أني أستمتع لكن نسمع الناس تقول تراه متعزائفة تراه مدري إيش الكلام اللي أنا أقول لها الحين هذا كنت أسمع من قبل وكنت أضحك داخليا كنت من جوة أضحك أقول لو يعرف غير المدخن وشي لده في التدخين كان دخم الحين بانت الحقائق فعلا المراهقين أنا أقول لهم عمر التدخين ما كان رجولة عمر التدخين ما طلع لك شنب زيادة أنا التدخين طيح شنب يطيح دقني بعد ما تخلص الزكارة فك القطنة والحسها إذا تقدر فك القطنة حета الزكارة والحسها إذا تقدر إذا تقدر اللي في القطنة ترا كله دخل داخلك اللي في القطنة كله دخل داخلك فهل إنت متقبل أو لا وترى الزكارة هذه من ثمك طلعت أنت مدخن يعني أنت اللي دخنتها ما بدك تروح تottaخ الزكارة أو أي د الزكارة قتلك أبيك نفس الزكارة اللي خلصتها أنت فك الجامرة ورميها تمام؟ أقطع الجامرة ورميها وفك القطنة يا سيدي لا تلحسها شمها بس هل تتقبلها أولا؟ وبعد كده فكر تدخن أو لا؟ وشوف العالم كلها وش صار فيها سبب التدخين لكل إخواني المدخنين لا تقع في اللي وقع فيه غيرك والعاقل من أعتبر بغيره